هذا وشهد العالم بأسره نجاحا باهرا لموسم الحاج هذا العام حيث توافد أكثر من مليون حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحاج بكل يسر وسهولة وأمان وقد حظي هذا النجاح الكبير بإشادة وتقدير مختلف الدول والمنظمات الإسلامية الذين أشادوا بجهود المملكة العربية السعودية المميزة في تنظيم هذا الموسم الاستثنائي نجاح استثنائي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لموسم الحاج هذا العام خدمة لضيوف الرحمن حيث أتى هذا النجاح بعد عدة عوام رئيسية ركزت عليها المملكة لضمان طمأنينة ويسر وسهولة أداء فريطة الحاج لحجاج بيت الله الحرام حيث وضعت المملكة خططا مدروسة وشاملة شملت كافة مشاعر موسم الحج ومرافقها من التسجيل والوصول إلى النقل والإقامة والخدمات الصحية والتموين والأمن حيث تمكنت من ضمان سير جميع المناسك بسلاسة ويسر هذا وحرصت المملكة على تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية بما في ذلك توسيع المسجد الحرام ومنشآت المشاعر المقدسة وإنشاء شبكات نقل حديثة وتوفير خدمات تقنية متقدمة وقد ساهمت هذه الإنجازات بشكل كبير في تحسين تجربة الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك كما عملت مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتناغم تام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وذلك من خلال توفير مرافق مريحة وطعام صحي ونقل آمن وخدمات صحية متميزة بالإضافة لذلك حرصت المملكة على توظيف التغنيات الحديثة لتسهيل إجراءات الحج مثل استخدام التطبيقات الذكية وتقنيات التعرف على الوجه وذلك لتسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار مما وفر على الحجاج الوقت والجهد كما تعاونت المملكة العربية السعودية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لضمان سلامة الحجاج وصحتهم وذلك من خلال تبادل المعلومات والخفرات وتنفيذ الإجراءات الصحية إن نجاح موسم حج هذا العام يعد إنجازا عظيما يضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية الحافل بالإنجازات وشهادة حية على قدرة المملكة على تنظيم أكبر التجمعات البشرية في العالم بكفاءة واحترافية عالية وتعكس حرصها الدائم على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الظروف لأداء مناسك الحج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر